وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل حصر دقيق لكل شهداء بصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم وخلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الصندوق اللواء السيد الغالي والمدير التنفيذي للصندوق اللواء أحمد الأشعل وجه الرئيس السيسي بصرف حفز مادي استثنائي لصلاح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد إضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع لواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء ولواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لنصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق فضلاً عن إجراءة تنمية موارد الصندوق وحوكمة ألياته المالية وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين وقد وجه السيد الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم كما وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها